السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعطيكم الفعافية متابعينا ومشاهدنا الكرام رح نتعلم في هذا الفيديو طريق قفل هذا الترمستات يعني أنا في حال حبيت طبعا أقفل هذا الترمستات سواء عندي خيارين إما بقفل كل الأزرار بما فيها زر التشغيل والإطفاء أو بقفل طبعا هذه الأزرار الموجودة عندي عدى زر التشغيل والإطفاء عندي ثلاث خيارات إما أنه أنا لا أستطيع قفل هذا الترمستات إما أنه أنا أختار النمبر 1 واللي هو بيقفل لي كل الأزرار عدى زر التشغيل والإطفاء أو إما أختار النمبر 2 بيقفل لي كامل هذه الأزرار طبعا طريقة قفل هذا الترمستات بالضغط على الزرين واللي هما زر مكتوبة على هون فلتر وزر الـ ON-OFF في حال أنا كنت مختاع أنه أنا لا أستطيع إقفال اللي هو هذه الأزرار أو هذا الترمستات طبعا هون لما أضغط على عملية القفل أنا هون اللي هما الزرين اللي قلنا عنهم هون فلتر مع ON-OFF ضغط عليهم بنفس الوقت رح يقول لي أنه هون هذه الخاصية غير فعالة أو not available تمام؟ لازم أنا أكون مفعل أما الخيار الأول واللي هو قفل جزئي أو الخيار الثاني واللي هو قفل كامل حتى لما أضغط على الزرين اللي هما فلتر وON-OFF مع بعض بنفس اللحظة لمدة ثانيتين يعطيني طبعا الخيار أنه متاح وأشوف أنا طبعا كيف هذه الخاصية تشتغل معه طبعا مبدئين إحنا راح نشوف أنه حالة أنه أنا غير مفعال عندي أي من الحالتين راح أضغط بنفس الوقت على الفلتر والALL-OFF بنفس اللحظة شايفين بقول لي هون not available يعني هذا الأمر غير متاح أو أنت ما فعلت خاصية طبعا قفل جزئي أو قفل كامل طبعا لتفعيل هاي الخاصية إحنا منطفي البوكيف لحاك هذا الشغال منطفيه وبعضين منيجي على طبعا الفرنكشن فتح الإعدادات من خلال الضغط على زر ON-OFF لهون مع زر المود بنفس اللحظة طبعا بتفتح عندي الإعدادات طبعا هون اللغة شرحناها منفضت مرة أفرأ على الإعداد الثاني بيعطيني الفرنكشن سيليكشن من بعدها أنا بختار بختار طبعا من هذا الزر اللي هو البنيوم بعطيني اللي هو طبعا منسدلة اللي موجودة ضمن هاي الإعدادات أول خيار اللي هو طبعا هون أنا مش مفعل خاصية القفل من خلال الضغط على الزر المود ويعندي خيار أني أفعل هذه الخاصية بشكل جزئي أو كل من خلال الضغط على هذا الزر الثالث اللي هو مكتوب على ON-OFF بيعطيني الخيار الأول بيعطيني طبعا الخيار الثاني شايفين؟ الخيار الأول يقفل كل الأزرار عدد الON-OFF والخيار الثاني يقفل كل الأزرار لما فيها الON-OFF خلينا نجاب طبعا الخيار الأول ونرجع بالضغط مرة أخرى نمدة ثانيتين على الزرين مع بعض حاليا أنا بدي أشوف في حال أنا حبيت طبعا تقفل بشكل جزئي فبضغط على الزرين مع بعض شايفين؟ هون ظهر عندي هذا الرمز اللي عليه هو الخط أنه أنا صار عندي خيار القفل متاح واللي هو الخيار الأول حاليا أنا كل هذه الأزرار غير فعالة هذا زر تشغيل وأطفاء المكيف يعني حاليا أنا بطفل مكيف بيتفو معي بشغله بيشتغل معي ولكن أي إعداد آخر شايفين؟ حتى التمبرتشر أي زر أنا ما بقدر أشتغل فيه أو أغير فيه من خلال طبعا هذا اللي كل موجود عندي في حالة أنا حبيت طبعا أكفل كل الأزرار بما فيها إطفاء المكيف أو تشغيله مبدئيا أول شيء رح نلغي اللوك الموجود معنا بالضغط على ON OFF وفلتر بنفس الوقت لغينا نرجع على الإعدادات بالضغط على الزرين مع بعض ونرجع على طبعا الإعداد الثاني ونختار من هذا الزر اللي هو النبر 1 نختار النبر 2 ونرجع إلى الشاشة الرئيسية بالضغط على الزرين هو الحالية أنا طبعا بقدر أشغل حاليا ونفعل كل الأزرار أنا بدي أقوم بقفل طبعا كل هذه الأزرار لنختار الحالة نبر 2 بالضغط على الفلتر والON OFF بنفس الوقت شايفين؟ حاليا أنا هون طبعا تم قفل كل الأزرار حاليا أنا هون طبعا أنا لما ضغطت طفين المكيف ولكن حاليا أنا لا بقدر أشغل المكيف ولا بقدر أطفيه كل الأزرار مقفلة حاليا أنا بدي أقوم بقفل مرة أخرى مثل ما شايفين حاليا أنا بقدر أشغل المكيف دائما لازم تضغط بنفس اللحظة على الزرين حتى ما يأخذ الإعداد طبعا السابق للزر اللي أنت بتضغط عليه حاليا أنا هون فتحت طبعا الأزرار بشكل كامل رح أرجع أختار خيار الأوف طبعا نرجع نختار نختار الخيار هون ونختار خيار الأوف ونرجع إلى الشاشة الرئيسية بالضغط على نفس الزرين المتشغل طبعا المكيف حاليا أنا بالضغط على الزرين ما بيكفل عندي أي من هذه الأزرار حاب أنت تلغي أو تكفل الأزرار تمام؟ تختار النمبر ون أو النمبر تو حسب طبعا حاجتك لهذا الأمر يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر